ملف الصحراء عمر 45 سنة والإنسان يفهمون لا يحتاج أن يكون متضلع في القانون الدولي وفي العلاقات الدولية وفي سياسة الدولية يكفي أن يرجع الخطابات الملك محمد السديس بخصوص ملف الصحراء يفهم الرهانات وعليش أن الجزائر نزل بكل اتقل ديالها ونزل بكل موارد ديالها بشتوش على المغرب الخطاب الملكة عديدة في هذا الباب أهمها الخطاب للعرش في 2001 الخطاب للمسيرة في 2000 وجوج الخطاب الذي كان في الأمم المتحدة أظن في 2003 الخطاب للعيد العرش في 2005 وخطاب للعيد المسيرة في 2009 لكن الأهم في هذه الخطابات في نظري هو الخطاب للمسيرة في نوفمبر 2015 لأنه هو الذي وضع البصمة على الضبرة للجزائر ولماذا لم تقم الجزائر بأي شيء بالأجل تحسين أوضاع سكانتين دوف الذين لا يتجاوزوا عددهم 40 ألف على أقصى تقدير أي حي متوسط بالجزائر العاصمة هذا الخطاب يتجاوزوا بأن هذا الزعم أو التحامل للجزائر وأنها كدعي بأنها كبدة عند الكبدة على النازل تين دوف أو المحتجزين في تين دوف في حين أن تين دوف هذه حلفة للسكان في 40 ألف يعني نسا ما لجلنا نقسم هذا السكان للتين دوف على المعدل للأسرة خمسة الأفراد ويأخذنا تقريباً واحدة من ألف أسرة ويأخذنا إقامة واحدة في الضربية ويأخذنا إقامة الفيردوس في سيد المعروف رفعت تقريباً 1.400 أسرة للأسرة لإيطالي في واحدة المساحة 35 أكتار هذا الجزائر عندها البترول وعندها النفط وكذلك بأنه لدي الكبدة على النازل تين دوف لا يمكن أن تبني ديور وساكان لهذه النازل تين دوف يعني تمنى لف شقة ما حال هذا الشقة؟ نحن موياس طندين وعرق يعني لا يمكن أن تفوت 200 ألف دلم يعني هذا الشقة فيها 80 أو 90 متر وليس تقدر أن الجزائر تبني للنفط والغاز تبني الشقة في 45 عام ومساكنين في الجحيم يعني ستكون لكلفة 1.600 مليون دلم تقريباً يعني يقولون الجزائر لا يمكن أن يكون لديها مع أخر النفط والغاز لا يمكن أن يكون لديها 1.600 مليون دلم يعني في العام تبني 1.70 أو 1.80 شقة التي ستكلفة 1.35 مليون دلم وكذلك أبداً لدينا الكبدة 35 مليون دلم ستكون لديها أرتيكل في الميزانية البلدية ستكون لديها محاربة الجردان ومحاربة القوارض ومحاربة الحشرات وهذا النفط والغاز لا يمكن أن تقريباً تقريباً 35 مليون دلم وتبني بها 1.70 دار لدينا الكبدة نحن أبداً نعيش صغير المكة في البرنوسي الله يرحمه كان يبني من 150 أو 200 دار في العام وهذه الجزائر بجلالة قدرها بنفطها وغازها لا يمكن أن تبنيها نقوله سيديبي أنها ستبرع لدينا الكبدة وهذه من الأسرات تقريباً لديهم فيلات وتقريباً لديهم ديور أكثر فساحة لا يمكن أن تبنيها 120 هكتار يعني 120 هكتار تقريباً يعني الربوع من الحي الولفة في الدرب يدر وهذا ما كان يبينه بأن هذه الجزائر تقريباً يعني هذا الأصل التجاري لدينا المغرب تقريباً به لكي تشووش على المغرب ونقوله هذة الناس لدينا الكبدة وكترعي لهم وعند الإنسانية لهم مخدامين مردامين في الدرب ونستيلة في الدرب ونستيلة في الدرب في الشهر ستعطي لهم الحكومة الجزائرية ما حال قد تكلف 480 مليون الدرب في العام يعني 48 مليار سنتيم نقوله جزائر لا يوجد النفط نقوله جزائر لا يوجد الغاز نقوله لا يوجد الفلوس لكي تخلص 48 مليار سنتيم رأي الاتحاد الأوروبي المساعدة التي يعطي المخيمات تندوف رأيها تبلغ 60 مليون ديور يعني لا يوجد الحكام الجزائر لا يوجد المساعدات التي تأتي من التنظيمات ومن الجماعات والوريز والبراليل التي تابع الجزائر ما نقوله بأن الجزائر لا يوجد الكبدة ولا بأنها رأفة ورحمة بالناس التي تندوق هي محتاجة جزائرهم باش أنها تبقى تشوي على المغرب وعلى المصالح المغرب وهذا لا يوجد أن تربح فيه ولا يوجد أن تنجح فيه ترجمة نانسي قنقر